شكرا للمشاهدة الكرام انطلق موسم للصياف رسميا وأعلن عن ذلك عبر مختلف ولايات الوطن الساحلية افتتاحهم شهد برمجة عدد من الاستعراضات والنشاطات كما هو معتاد كل سنة إلى هنا كل شيء عادي لكن الغير عادي هي طريقة الافتتاح بشاطئ شينوا في تيبازا أين اختار المنظمون حيكت سيناريو إخراج حرية بحر من صندوق يشبه صندوق كنوز القراصنة وإعادتها إلى بيتها وهي مياه البحر مشاهدين الكرام حرية البحر هنا هي فتاة البسع المنظمون ثوب حرية بحر السود مزين بأحجار تشبه الألماس لنتبه معا في هذا الفيديو ثم نعود ترجمة نانسي قنقر شاهدين الكرام طريقة الافتتاح أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وقسمت رواد مواقع التواصل الاجتماعي فوجين بين معجب الطريقة المبتكرة ومن رأى أن الطريقة لم ترقى لمستوى المطلوب نتابع معا بعض ردود الأفعال التي رصدناها لكم في التعليق الأول من يحيا الذي كاتب في الوهل الأولى تظن أنه عرض في السيرك ما إلى أن تقرأ أنه افتتاح موسم الاستياف تعليق آخر من مريم التي كتبت ما شاء الله مشهد استعراضي رائع نتمنى وما يتكررش خافوا ربي بهدلتونا تعليق مهدي الذي كتب وعلق على كل حال البنت صغيرة التي أدت دور حية البحر بنت صغيرة لا يتعدى عمرها 13 سنة بنت منخرطة في نوادي شبابية منشط على مستوى دور الشباب دور الشباب السؤال الذي اطرحه ماذا بنت صغيرة تمارس هويتها ونشطها بحب وإخلاص وصدق في كل هذا التنمر والتجريح والكلام الغير لائق لبنت تستحق من التشجيع والتقطير سبحان الله يدعون حبهم للأطفال الصغار وحبهم لممارسات النشطات الترفيهية للأطفال ولكن للأسف هناك من يحطي معنويات أطفالنا بمثل هذه التصرفات نكتفي مشاهدين بهذا القادر ننتقل إلى تعليق آخر أيضا بيبة التي كتبت صاحب الفكرة والتنفيذ منكم لله يا بحش أنت وهو تعلي طبعا مشاهدين وأنتم ما رأيكم في هذه الفكرة يمكنكم أيضا أو يمكنكم التعبير عن أراءكم عبره صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي والآن من حرية البحر إلى حريات لكن هذه المرة من نوع آخر حيث صخرت مديرية الحماية المدنية بولاية تيبازا ولأول مرة في الجزائر منقضات حارسات شواطئ من العنصر النسوي كما تظهر هذه الصور التي تصدرت صفحات منصات التواصل الاجتماعي وبهذه الصورة ننتقل إلى الهاشتاغ الثاني نور الإسلام مشاهدين الكرام من المشاهد الجميلة التي تدخل سرور والبهجة في قلب كل مسلم هو أن يرى الناس يدخلون أفواجا في دين الله حيث شهد مسجد التوبة بالعاصمة وبالضبط ببزرعة اهتناق راية إيطالي الإسلام وسط حضور عدد كبير وتكبيرات تقشعر لها الأبدان لنتابع معا في هذا الفيديو ثم نعود السلام عليكم اليوم عندي كما يقولك شهرف كبير معكم وعندي ثاني شهرف كبير أني أكون من المسلمين وعشت خمس سنوات في السعودية وعرفت ما هي الديانة الحقيقية اللي هي الإسلام وعرفت ما هو الإسلام الحقيقي وحقيقة الإسلام أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأن محمدا وأن محمدا رسول الله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله الله فيه مشاهدين الكرام بهذا الفيديو وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج النهار تراندينج شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر